نحن نحن في ميزيسيان فونتين عمل جوجمة اسمه اقترن بنجاح الجماهيري وستوديو مدعوه صار قبلة للفنانين اللي يبحثوا على التوب تعامل مع أغلب الفنانين من المرحوم حسنا الدهماني للفنان فوزي بن جامرة يحكينا اليوم على ما سيرته وعلى الكليب جديد مدعوه جوجمة نخليكم مع الفنان حمدي المهيري حمدي المهيري موليد سفيقص قمت بتحصل على الماجستير في توزيع الموسيقي من المعادة الموسيقى في تونس عازف محترف كيبورد منذ الاحتراف من 2005 العظف برشة في رقم موسيقية في شتاء أنماط الموسيقية المزود الحضراء الوتاري جاز بوب موسيقى 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 الموسيقى بعد وقت أكيد تعمل ريبروديوكسيون الحاجات التي عشتهم وحفظتهم ومارستهم في الموسيقى الغربية وموسيقى الوطرية في المالوف وموسيقى التونسية في برشة أنمط أكيد ما يعنيها هو الإنسان ميرواري الحاجات التي أرى وهذه النتيجة التي نرى فيها اليوم التوزيع موسيقي هو الشيخ والقالب الموسيقي واللحن الموسيقي البسيط الأولي النواة الأولى اللي يعملها الملحن خطط الموزع أنه يقول حاجة يعاود يكتب اللحنة ذيك بكرة أخرى يعني يكون ملحن على عودك هو يقول اللحنة ذيك مقسم على كمانجات على جيتار على بايز على درامز على ناي على جيتارات على كمانجات مش يوزع اللحنة ذي يقولي تسمع برشة أبعاد وبرشة ألوان مش كما لون برك مش كما صورة فيها برشة ألوان التناول الموضوع مش يكون أحلى وأرتح وأوسع مش كما تصويرها نوري بلون مش كما تصويرها بالألوان بالضبط هذا هو التوزيع التوزيع الموسيقي لها موش معانيها مهيش حاج جدا راي على الموسيقى العربية عاما تن عام ١٩٣٣ صار مؤتمر اسمه تمر القاهرة في مصر وحكيوا فيه على التجديد وعالالوركسترسيون متاع الموسيقى لدخل عبدالوهيب على الموسيقى متاعه ووقت اللي جاب شيف دوركستر إيطالي ودخل الوركسترسيون كتابة موسيقية أوركسترالية جديدة وقالات غربية عالموسيقى قصة ثلاثة موسيقى لم نتحدده على غياب موسيقى بأغنية ناشحة المسؤول على الرؤية الفنية للعمل لتوجهو متاعه كيف كيف خاطر فهما التوجهو التقافي التجاري الأعمال اللي عنده عالقة بالמلاهي الليلية العلاقة بالرديوهات العمال اللي عنده علاقة بالتلفزا وكل حد لديه راديوهات ووريته راديو برشا معلومات وبرشا حاجات مهمة مع الأخر فهمها بش تساهم في نجاح الأغنية في التجربة عن خرافة أخذيت الكابيلة الأوريجينال متاع الفنان الأصلي وعملت عليها موسيقى جديدة أكيد الناس مش تعرف الصوت الأصلي متاع الأغنية الأصلية متاع إيشار مزريحي أنا قلبي طاد من بابا ومش تفهم أن الموسيقى المضافة هي موسيقى جديدة اللي هو بش كوم أسأل عليها شكون الموزع الموسيقي الموسيقى التقنيات الأخرى موجودة في العالم على مستوى الصوت ومسطوى الصورة أحب أن نستعمل تكنيك جديدة على الأخرى تكنيك الويد دي أن تلبس إيكوتور وتسمع العمل وتسمع الموسيقى جيدة من 8 أبعاد نستعملها سورتو في السينما سورتو في السينما لا تقبل السينما خطر أقبل في الموايين متاع ديفوزيون كان سينما أثر حاجة كونفور لا تسمع فيها غنائة في فيلم أو فيلم أصلا لكن الموايين متاع الكمفور تحتاجين معناس الكل ناس كل يمتعون بها ديزيكوتور ناس كل يمتعون أيبود ناس كل يمتعون تلفونات ناس كل يمتعون لكن على الأقل معظم الناس والتي تتمتعون من نوع معين تعرفة هي وليس حتى يجب أن تكون غالي لكن موجودة السوق أنه يسمع غنيا لا يسمع فقط يغنيا وقالت صحفي لا والذي يسمع أبعاد وتحاول أن تخيل من خلال العباد الهكومة كل آلة موجودة ومادات تأثيرها عند السامعة في العقل هذا البعد التقني في الموضوع والبعد الآخر في الصورة في الجوجمة أنا أحب أن نبين معانات جو ديبيان معانات أو المتاهة أو الضياع أو الحرب النفسية التي عيش فيها الفنان في المجتمع أنه أكيد الفنان لا تكون نظرة للدنيا غير نظرة الإنسان النورمال صحيحة أو غالطة نحكيه فيه لكن أكيد مختلفة معناها الفنان في التصويره في جوجمة وهو حمدي كدهش قاعد ماشي لكن الناس ماشي بالعكس وهذه كان نظرته للمجتمع ممكن شايف أن المجتمع ماشي بالعكس ماشي بالصحيح ممكن شايفه روحه عكس الناس ولا الناس عكسه فما اختلاف في نظرة للأشياء كيما شوفوا مثلا مثل كيف السيرفور اللي في القهوة يصب في الماء لكن الماء قاعدة لي الماء يفرغ الطفل اللي قاعدة في القهوة تنفخ على شمعة تشعر مش تطفئ وفما معانات الموسيقي ولا أي مبدع في بدايته اللي هي الرفض انت تجيب موسيقى جديدة او فكر جديد او طرح جديد في ميدان في وقت معين اكيد مش ترفضوا للمجتمع وحتى رواد الميدان هذك والذي هو يتمثل في اول مشهد اللي في البسين انه كان نقطة المترية الغديكة متاعي متايش في البسين وكأن الناس الرواد متاع المجال هذك رفضوني من اللول رفضوا وجودي رفضوا افكاري والذي هو واقع معنا في بدايتي ملقيت برشة رفض اللي كنت نعمل فيها أنا نسمى الحد معاناها مفاعل في البلاد كنت سواء عنده شركة انتاج ولا اعلامي يشوفوا حاجة معاناها ممكن بديت كارين نعم فيه في وقت هذك خطر بديت عندي 12 سنين ونحارب باش نخلط لوم نعم انتربيو معاك لكن انا كبشت قعدت غديك معاناها ريزيستيت خطر كنت مم بافكار اللي نقاد نعم فيهم خطر تقول انا فنان عندي حلمة متاعي وعندي طموحاتي وعندي احلامي لكن هذا عندي مرتي وعندي صغاري وعندي امي وعندي بابا وعندي الدين وعندي السياسة وعندي القوانين يحكموا فيك حبيت اولا كرهت وفهم الجانب الاخري هو الابداع اللي يطلب منك الحرية باش تعرف تفكر لازمك برشة وقت برشة استابلية اذا تلقى دعم تلقى سكينة باش تعرف تخمم وتفكر باش تعرف تهز المجتمع من بلاسة تقدميه البلاسة اخرى اذا كان احنا ما نكونوش نقدمو ديزوفر اكتستيك وعندي بحث ومتطور ومشكونوش يعمل لك في البلاد وشوف الجوج ما انا عملت هرار عملت تعبير ما عملتش معناها انتاج مواجه للناس انا عملت تعبير على اللي انا حاسوا طلع معايا هكا ما كانش معناه فما سابق تحذير هو طلع معايا احساس طلعت معايا قراءة معاينة خليتها في نظم وفي مقاييس معاينة وبتقنيات معاينة باش نحاول وصلها بطبيعة للناس في احلى صورة لكنه ريالما نجي مكون مرقاتي نجي مكون انا بالحق نجي مكون هذيك حياتي ممكن هذيك حمدي اللي قاعد تخبط مع المجتمع تخبط مع الحلم متاع وتخبط مع برشة حاجات كفنان باش حاول يوصل اللي هو حاب عليه جوجمة ما كانش كما نقولك ما كانش عمل عنده هدف تجاري او هدف ثقافي او هدف غير هو كان تعبير كان انسان غلبته وكان انسان يحب يبكي عنده شهقة يحب يخرجها كنت لازم نعمل جوجمة هذية باش نعرف نتنفس خاطر معناها كنت نعمل ديمة اللي يحب عليه الناس باش الناس تمشي فالحانس لكن انا ازلو كام نرضيش روحي في وقت معين ما عاش عارف نكمل نجي مني نعاود انا نشحن روحي بحاجة انا نحب عليهم باش نعرف ان بعد نعاود نعطي للناس اليوم احاشن بيه اكيد الله خير عاد كيفاش قولوها هو هالاختصاص اذا كان احنا من نحاول ان نوريه وصولة باهية بتقنيات صحيحة وبجمل معناها مكدودين ونجي نقنع مثلا فنان يعمل كامانجات اللي عملو سانتي فهمت؟ اذا انا كي مش نعمل حاجة ليا انا اذا نعمل لها كما يلزم اذا انا عملت جملتها كامانجات اذا نجي بوضهم كامانجات اذا كان طلب الامر اذا كان انا عملت اذا انا انا وماش موجودة في تونس كنت نسافر نسجلها ونرجع كيف يلزم تكون خاصة في الكامانجات خاصة في الكامانجات مهما تطور الكيبورد ومهما تطوره الفيستيه فما عاصف وفما انتيربريتاسيون متعلق لها الحقيقية مستحيل نجي نعوضها بالكيبورد مستحيل انا من يوم ايش ماهما من يوم ارتاح تكلفت اللي تكلفت بالحق؟ اذا كامانجات المدرية بالحق والناورجة ذاك يمشي ما انا كنت نجي محطة نطايش رحي مصطحة معنديش مشلق انا كنت يزيمني نعبر يزيمني نعبر قال الراجل نعبر ولا نعبر شيء المشهد تطلب انه انا يزيمني نعمل هكا يزيمني نعمل هكا مفماش معنى ما خممتش علاش وكيفاش خاطر فان برشة ناس يستخيلوا المشهد متع البيسين هو ثري دي ولا فيافيكس ولا كراما ولا حاجة لكينا هبطت بعض البيانديسينز وشافوا انه هو بالحق هو التلمان تكون انت عميق وفاهم ماذا يجب انك تتعامل انك تتعامل مع الاشياء كما يلزم معناها انا كيجيني فنان اللي هو الغرض متاعه انه بشعمل اغنية والاغنية هذه ليشه للناس هوني هي عندي دي بارامتر يجب ان نعرفها يجب ان يكون شايفة وفاهمها وليه هؤلاء بارامتر ليش سهلين الفاهم متاحه خاطر عندما علاقة بالثقافة الانسان اللي هو الكمسوماتور بالثقافة الانسانية والطاقة السمعية قد يجب ان نصبع من الآلة في هذه الأغنية وفي اما زمن وفي الوقت بالضبط وفي الابرانتيساج وفي فصل الصيف وشيتيه فاهم برشة تعبيرات موسيقية يجب ان تكون تفهمها وتكون بالحق متعمق في الموضوع لكي تعرف ان تفهم اليوم التثقائق يمكن ان يرونهم تجاريين لكن اليوم التثقائق ورغم برشة ورغم برشة ورغم برشة 24% ورغم برشة معناها مستوى متع وعي ياسر محترم ياسر محترم معناها اوكي شعبي يحب الفزان ويحب يشطيح عما زيدا يقرأ فاهم فاهم معناها كل حد في التعليقات كل حد قرأها بمنطلق متوعه هو كل حد شافه تشبهه ومعناها كل حد فسرها بالججمة اللي هو عايشها وين هو المطلوب انا حاب نعمل معناها حاجة تكون اوكي تشبههه اما نفرح كنلقها تشبه برشة ناس ونقسم معهم نفس الاحساس موسيقى هو الاعلام مشوفوا انا الحكام الخطأ خطر هو يستسهل الموضوع هو مثلا يجيب ناس فاني اكثر يعملوا انترتيمنت اكثر على اساس ان هما اللي يجيبوا اكثر ناسة مشاهدة ويحبوا الناس تفرهيد اوكي يحبوا الناس تفرهيد اما زيدا الناس متوحشين العمق في الحاجة متوحشين مسلسل عميق في بعض اغناية عميقة فيها بعض اغناية او صورة فيها بعض يحبوا الناس يحبوا اخي نحن التالي 2020 معنا نتخيل المستوى التعليمي التالي 2020 وليس اسوأ من 1950 أولا كل حكيه ليس بالعكس عندما نرى المواد الاعلامية عام 1990 في العمق نتخيل عمق ممتاع 2020 مايهه مسيل ايش انت تأتيه انت كاعلم اعطيه كالانسوماتور الحاجة الترفيهية خاطر حاجة ياسر مهمة انه حدو الناس موت على الدعاب وعال الترفيه وعال الضحكو على اللعب لكن المهم انت تعطي تعمل معادلة ان تكون حدو ضحكو ليس تضحكها وراها فكرة وراها ميساج وراها احساس مش غاتوية نحب تدخل تشوفوا جوجمة على العشرين يوتيوب متاعي الحمد المهيري وهم حاش تتفعلوا مع الموضوع ونحب نسمع كل حد قراءته للجوجمة كيفية قراها